اخر حاجة بس عايز اتكلم فيه مع حضراتكم لان النهاردة زي ما قلت لحضراتكم عندي فقراتين مؤمين جدا اخر حاجة عايز اتكلم فيه مع حضراتكم واحنا تعودنا دايما في اختيارات ادارات النادي الاهلي المختلفة من 1907 لغاية دلوقتي للي بنسمعه عشو محدش يقولي انت يعني كنت عيشه لا طبعا لكن انا بتكلم اللي دايما بنسمعه ودايما بنشوفه ان من 1907 لغاية دلوقتي الحمد لله والشكر اللي ربنا بكرمنا بادارات بتعرف تختار الصح يعني ايه يعني ممكن نكون احنا مش متأخرين ولا حاجة في النادي الاهلي مش متأخر في اختيار مدير فني بالمناسبة ولا حاجة لكن انا لما بختار ببقى عايز اختار مواصفات معينة لمدير فني معين مش اي حد يشتغل في النادي الاهلي ولما اختار الكابتن خطيب لما اختار فايلر محدش كان يعرف وما وقال لك ايه فايلر ده ده جايبين واحد درجة تالتة مش هو تقال الكلام اللي تقال ساعتها وتقال على جوزيه بالمناسبة اول لما جيه خالص كمان عشان يعني ما يقولكش الادارة وبتاعها اهو تقال على جوزيه ده جايبين واحد مش عارف ايه ومين ده وده فين وجايبينه مع القهوة والكلام اللي حضراتكم بتسمعو ده حصل مع جوزيه خد كل حاجة والمدرب دلوقتي المدرب الاستوري والمدرب الكبير والكذا وكذا وكذا فايلر ناس بيقولك يا ريت يرجع لانه مدرب كويس جدا وهائل ورائع وكل حاجة موسيماني واحد من افضل واعظم عمل تاريخ كبير جدا جوان النادي الاهلي لما اول ما جيه قال لك كابت خطيب ايه اللي عمله الخطيب ده قالوا كده والله العظيم حد قال لي كده قالوا ايه اللي عمله كابت الخطيب ده جاب موسيماني مين موسيماني ده من قلة المدربين اللي في أوروبا والله يتقال لي كده نفس الشخص هو أهلاوي موت الحقيقة أهلاوي جدا قال لي كابت الخطيب ده دماغه عالية جدا بيعرف يفكر ايه كرة كده انت بتجيب بطيخة من وجهة نظرك ايه انت بتشوف ان من وجهة نظرك انا شايف ان المدير الفني ده مناسب مع النادي الأهلي لاعتبارات كتيرة جدا خلي بالك ما بيبقاش مدير فني ده فنيا بس لا عفوا فنيا واخلاقيا وشخصية شخصية لما يبص للعيب كده وفي نفس الوقت تبقى اللعيبة بتحبه عايز اقول لحضراتكو ان جوزي انا اسف ان انا طولت النهاردة في هذا الامر بس ما عليش سريعا جدا الجوزي مشاني انا تحديدا من النادي الأهلي ولكن بالنسبة لي انا بحبه حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة اللحظة اللي انا بتكلم فيها حضراتكو على الهوى دي انا بحب هذا الرجل حب غير طبيعي هو ده كيفية اختيار منول جوزي كيفية اختيار ريني فيلر في اول الفترة اللي فاتت كيفية اختيار بيتسو بو سيماني هو ده اللي انا بتكلم فيه كيفية اختيار المدير الفني القادم فمش عايزين استعجل من فضل حضراتكم خلينا خلي الادارة تختار المواصفات التي تليق بالنادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي انا عارف ان انتم مستعجلين ان شاء الله ربنا هيكرمنا ما تقلقوش ما تقلقوش اصابات عندنا ان شاء الله بكرة 11 راجل ربنا هيكرمنا معاهم ان شاء الله تقلقوش احنا النادي الأهلي لكن خلي طبعا مش هنسيب الموضوع يعني يقعد كتير لكن اقصد تخلوا الناس تعرف تفكر صح تخلوا الناس تختار الادارة يعني من له حق اختيار المدير الفني يعرف يختار بناء على مواصفات معينة مش هتلاقوها غرف مع النادي الأهلي فقط والله شخصية ايه وتكتك ايه وامتى يكسب وطريقة هجومية عايزين نلعب بيها وفي نفس الوقت يسيب فيه قوي بشروع جديد هو ده مطلوب الدعم من جمهور النادي الأهلي مطلوب الدعم الدائم مع الفريق هذا هو توقيت الجمهور وسيبوا الادارة تختار وان شاء الله تختار الشيء جيد مش شيء يعني مدير فني جيد وانا متأكد من هذا الكلام وانا متأكد من هذا الهولد وانا متأكد من هذا الهولد